في إطار إعادة الهيكلة والثمين للسوق المركزي لاحظنا بأنه كان هناك مشروع كان فيها الإعادة الهيكلة والإعادة تأهيل للسوق المركزي لا يخفى عليكم بأن السوق المركزي في 2019 تخسرت عليها مليار وستمائة مليون يمكن أن تفاجأ بأن الإعادة الهيكلة لستدرسة المليار كان هناك تناقض في 2019 و2024 وستمائة مليون للسوق المركزي لا يحتاج إلى إعادة الهيكلة لثمين للسوق المركزي هناك مشاريع أخرى هناك مشاريع أخرى مثل مثل نحن في حاجة أمسق الباركينج للسوق المركزي لم يكن لدينا باركينج للسوق المركزي وكذلك يوجد القبول للسوق المركزي المركزي في المركزي في 600 متر مربع هذا هو الذي يريد أن نصبه شيئا لا يمكن أن نخسر لك الضوء وكذلك إضافة محلات وكذلك 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 الثاني هذا المشروع الذي يريد أن يكون مع مرة أخرى نحن كجمعية وكذلك كتجار بهذا السمين وكذلك هم المشاكل وكذلك 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 لأننا لدينا ميقان في هذا الموضوع كتجار تقريباً لديه 50 أو 60 عام داخل السوق وكذلك 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 أنني مستحيل ويجب ويجب نحن قائمين هنا داخل السوق وهنا مشروع لأتي مشروع ودخلنا وهنا ماهي سنقوم أريد أم سنقوم أي عن نسخة من المشروع الاتفاقية أما من ناحية الهندسة ومن ناحية نقيم السوق لا علم لنا ونحن لا يوجد أي جهة لتصلت بنا وقد قلنا هاش نقيم ما خطاء رئيسة مقاطعة سديوليوت هي وصيد البشال لتمستدعاء تجار وريح منور ناحية الصور ونقرنا الاتفاقية لم نتهم ناحية تجار لم نتهم ناحية تجارة أخرى الله أعلم لأن تغير السطح يمكن تدريبهم وطاعم إلى غيره بحاجة لتشرف الاتفاقية لكننا لم يكن نحن أليس بأي وكيف evaluating لكننا لم نحن نعرف نحن نحن عشاء على زوج المغرب الله أعلم موسيقى 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 شكرا